قد يتجاذب بعض الناس أطراف الحديث فيتساءلون ما أغلى ساعة في العالم وبعد تفكير اللتوان يتداولون في جوابهم أغلى وأثمن ماركات الساعات العالمية لكن هناك ساعة لا تقدر بثمن ربما لا تخطر ببال أحدهم إنها ساعة تمضي من أيام رمضان أو ليالي فكيف بساعات تمر منه دون فائدة أو استثمار ساعات تمينة ودقائق غالية يعيشها المسلم طوال شهر رمضان وعليه أن يستغلها لاستغلال الأمثل ليخرج من رمضان وقد حاز بإذن الله قصب السبق ونال مغفرة الله ورضوانه فإذا أقبل رمضان فاجتهد ما استطعت فيما يلي اجعل مصحفك قريبا منك أينما كنت وأكثر من تلاوة القرآن ليل نهار وليكن لك في رمضان أكثر من ختمة اذهب مبكرا للصلوات كلها واغتنم الفرصة بالدعاء عند الأذان وبين الأذان والإقامة فإن الدعاء حينئذ لا يرد لا تخرج من المسجد إلا وقد أديت الأذكار المشروعة بعد الصلوات المكتوبة صل السنن الرواتب بالبيت ففي الحديث إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا مع بداية يومك عند الفجر توجه للمسجد وصل سنة الفجر ثم صل الفجر جماعة احرص على القعود في مصلاك بعد صلاة الفجر والزم ذكر الله تعالى حتى تشرق الشمس ثم صل ركعتين بعد شروقها بنحو ربع ساعة فمن فعل ذلك كان له أجر حجة وعمرة تامة 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 كما جاء بالحديث اخرج من المسجد وتجنب الإساءة لأحد وإن اعترضك أحد بسوء فقل إن مرء صائم توجه إلى عملك أو دراستك واستحضر في نفسك ما يلي طلب العلم قربة إلى الله تعالى وهو سبب من أسباب نفع البلاد والعباد إتقان العمل عبادة وفي الحديث إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه وقت العمل أو الدراسة ليس ضياعا لفرص الطاعة في رمضان بل استحضار النية بما سبق يجعل كل الأمرين عبادة تؤجر عليها احرص على أداء الظهر والعصر في جماعة تفرق بين الغروب للدعاء فللصائم في كل يوم من رمضان دعوة مستجابة فلا تفرط فيها فإن دعوة الصائم لا ترد أفطر قبل أن تصلي المغرب على رطبات فإن لم تكن فتمرات فإن لم تكن فعلى حسوات مما كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم صل العشاء جماعة بالمسجد قيام رمضان سنة مؤكدة فاحرص على أدائها في جماعة ولا تنصرف حتى ينصرف الإمام السحور سنة مباركة تميز بها المسلمون عن غيرهم فلا تهمل وجبة السحر واجعلها من آخر الليل ولو على شربة ماء تحر الدعاء وقت السحر فإن الدعاء فيه مستجاب ليكن لك في رمضان صدقات وجميل أن تعود أولادك على إخراجها احرص على زيارة القرابة والأنس بهم ونفعهم قدر الاستطاعة فبركات الإحسان إلى القرابة كثيرة إذا كان العشر الأواخر من رمضان فأيقظ أهلك وشمر عن ساعد الجد وأحيي ليلك بالصلاة والدعاء والذكر وتلاوة القرآن وإن استطعت أن تعتكف ففعل عسى الله تعالى أن يبلغنا وإياك ليلة القدر